سيبا نورمال بلد واحد يتحكم في قارة سيبا نورمال مخزن يجيري قارة مستحيل البلاد هذه اللي فيها الجزائر وفيها مصر وفيها الكامرون وفيها نيجيريا وفيها إفريقيا الجنوبية يتحكم فيها مخزن عندما تضعف في الهيئة يبانوا واحد كما القجاع ولا يبانوا واحد كما موتيبي كان هاد الأعضاء قادرين يصوتوا ضد البلدان تحهم خلوهم يلف الجزائر اللي كان بملاعب ومنشآت جاهزة وراحوا دو ملف تح بلاد عندهم ملاعب على الورق إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحية لجميع ومرحبا بكم فيديو جديد كما سمعتم معنا في المقدمة دي الفيديو غضب كبير وبوكاء في الإعلام الجزائري بدأ إعلان الكافر رسميا على الموعد دي التنظيم كان 2025 بالمغرب الموعد سيكون في 21 ديسمبر 2025 إلى غاية الثامن عشر يناير 2026 من السنة الجديدة لكن الغريف الأمر هو أن الإعلام الجزائري ما خرش تكلم عن الفيفا وكدا والتواريخ والمشكل دي البطولات الكثير كأس العالم للأنذية كذلك أيضا كأس أمام إفريقيا كأس العرب يعني خرجوه كيطعنوا في المخزن لقجاع وكدا وكدا وكأنه المغرب هو من حدد التوقيت وليس الكاف ولكن الغريف الأمر كيبين على أنه كانوا ينتظروا باش أنه القجاع يخرج يقول الموديرة سمحونا ما قدرناش أنا ننظمه كأس أمام إفريقيا احنا ما واجدينش سمحونا نعطيها الجزائري هذا ما كان ينتظره الإعلام الجزائري لكن صدموا منين شافوا الخبر الرسمي والإعلان الرسمي على الموعد يتنظيم هذه البطولة الإفريقية وشوفنا القجاع كما كتشوف معنا في المقال ديالو واخرجوا وأكدوا على أنه البطولة الإفريقية ستكون أحسن نسخة في المغرب هما بعض المنابه الإعلامية الجزائري كيتكلموا عن المستشهرين بأنه ما غيرتشكون عنده أرباح كبيرة ولكن إن شاء الله ننتظره إن شاء الله المفاجأة احتر رئيس ديالك في وعد المغرب لأنه ستكون أحسن نسخة اللي ستتنظم في 21 ديسمبر إلى غاية 18 يناير 2026 لأنه كأس العالم للإنديا جاء في الصيف أكيد المغرب وكان يطمح أنه باش ننظمه البطولة الإفريقية في الصيف لكن جاءت مع كأس العالم للإنديا صعيب على الإنديا صعيب على الفرق صعيب على المنتخبات أنه اللاعبين باشي لعبوا كأس العالم للإنديا لعبوا كأس أمم إفريقيا مباشرة البداية ديال الموسم الجديد خلوها للفترة ديال التوقوف اللي غادي تكون في فرص العام وكذلك أيضا في 21 ديسمبر يعني تم غادي ننظم كأس أمم إفريقيا إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لكن إعلام الجزائري أبغيه بالضروري القجاع ضروري الكولاسة ضروري الرشاوي ضروري المخزن يعني هاد الناس كالهدف ديالهم هو أنه المغربي يخرج ينساحب ويقول أودي أنا ما قادش ننظم كأس أمم إفريقيا أعطيوها للجزائر التي انسحبت مسبقا من كأس أمم إفريقيا في 2025 وكذلك من 2027 لأنه عارف المغرب غير قادر على منافسة المغرب اللي عنده 25 ملعب جاهز للتدريب وبعشب طبيعي وهذا هو الملف لقوى الحضور ديال المغرب باش يكون من بين أقوى الدول اللي عند ملاعب للتدريب وكذلك غادي تكون أحسن اشتركوا في القناة